موسيقى أهلا بحضراتكو في القائلة الإخبارية وحصاد الأسبوع الرياضي وآخر الأخبار الرياضية والبطلات من اللي اعتلى مناصات التدويق كل ده هنعرفه في حلقتنا النهاردة من السادة القاهرة موسيقى 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 بداية كلامنا النهاردة في السادة القاهرة أكيد من إنجلترا قلعة البطلات في إنجلترا منشستر يونيتد قدر إن هو يرجع مرة تانية لحصد البطلات المحلية بعد غياب ست سنوات ويفوز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة السادسة في تاريخه بعد فوز مقنع على نيو كاستل يونيتد بهدفين للاشئف المباراة قوية جداً يعني كان فيها ندية ما بين الفرقتين وقيمت طبعاً على الملعب الشهير ملعب ومبلي في لندن في حضور جمهور اليونيتد ونيو كاستل يونيتد يعني مدارجات ممتلئة على آخرها منشستر قدر إنه يبقى ليه الكلمة العية في هذه البطولة الحقيقة خاض مشوار قوي جداً يوصل ويتوج به في النهاية أمام نيو كاستل يونيتد الحقيقة دي يقدر من خلال كتيبة نجوم بداية من خط الدفاع وتقلق حارس المرمى دخية والعنصر الفتاك البرازيلي كارلوس كاسيميرو قدر إنه هو يقنع وحتى الويجهورست اللي كان موجود فيه خط الهجوم قدر إنه هو يقوم بدور الحقيقة منشستر يونيتد لقى نفسه تحت قيادة إيريك تنهاج اتزان خططي وتكتيكي رائع جداً من اللاعبين والمدارب الهولندي إيريك تنهاج يعني يرجع لابتسامة لجمهور منشستر يونيتد من جديد وطبعاً قدر من خلال مباراة النهارة إنه هو يقضي على أمال نيو كاستل يونيتد يعني فضل صابر سنين وسنين على يعني الوصول لمنصات التتويج مرة تانية ولكن ينتظر قليلاً سينتظر كثيراً ربما في ربما يعني منافسة شرسة على كل المستويات من الأندية الإنجليزية ولكن فوز منشستر يونيتد النهاردة يخلي جمهور منشستر يبتدي يطمح في المزيد من الألقاب هل تنهاج قادر على إنه يرجع البريمير ليج مرة تانية لمنشستر يونيتد؟ كله ده أكيد هيبقى بيدور في أزهان جمهور منشستر يونيتد بعد غياب سنين عن الألقاب الحقيقة يعني شابه لتنهاج شابه لجمهور منشستر يونيتد اللي فضل صابر على كل يعني التحديات اللي ربما وجهنتم تخيلين إنه نيو كاستل يعني مفس بأي لقب منذ سبعة عقود عم نكلم عن البطولات المحلية منذ سبعة عقود جمهورو كانت أكيد موجودة في المدرجات وكان فيه دعم اللي في رغم يعني خسارة بهدفين البرازيلي كاستميرو زي ما قلنا كان له كلمة قوية جدا عامل زي قطعة الشطرانج اللي كانت ناقصة تنهاج كان محتاج إنه هو يملى الحلقة دي اللي كانت مفقودة في خط نص وحقيقة قدر إنه هو يملىها بشكل قوي كاستميرو قصة منشستر قصة جميلة جدا وكاستميرو كان الحقيقة واحد منه جمهور مباراة سجل أول أهداف يونايتد والهدف الثاني جيب الخطأ عن طريق سفان بوتمان لعب نيوكاستل نيوكاستل لعب أول نهائي لبطولة كبيرة من سنة 1999 استمر في الانتظار أمام فريق المدرب تنهاج اللي قدر إنه هو ينجح في قنص اللقب الأول ليه تحت قيادة يونايتد أول فوز لليونايتد بعد بطولة الدوري الأوروبي وكأس الرابطة اللي قدر منشستر يونايتد إنه هو يفوز بيها وقت قيادة المدرب جوزي مورينيو في 2017 طيب انتهت الجولة الخمسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بدربي لندن بين تشلسي وتطنم لقدر يحسم المباراة لصالحه واستمر سيناريو المطاردة المثيرة جدا بين أرسنال المتصدر وملاحفه منشستر سيتي على صدارة الترتيب أرسنال لعب 24 مباراة فاسفة 18 تعادل في ثلاثة خسر ثلاثة بيتصدر ب57 نقطة منشستر سيتي في الوصفة ب25 مباراة لعبها فاسفة 17 تعادل في 4 وخسر في 4 برضو 55 نقطة منشستر يونايتد يعني مع تنهج رغم البداية غير الموفقة في البريمير ليج إلى إنه بيصارع الكبار بيصارع منشستر سيتي وأرسنال وربما لولا خسارته أمام أرسنال وتعادله أمام كريستل بالس في واحدة من المباراة كان زمان منشستر يونايتد هو المتصدر يعني أنا مش بتحامل على أرسنال ولا منشستر سيتي ولكن في حالة استثنائية حصلة مع منشستر يونايتد مخليه موجود ضمن أول ثلاثة في البريمير ليج تطنم النهاردة يعني بيقنع أنه مازال بيزاحم المنطقة المميزة منطقة الصعود أو التأهل لدوري أبطال أوروبا بـ 45 نقطة في المركز الرابع نيو كاسر رغم أخصارته النهاردة أمام منشستر يونايتد في لقب دوري في كأس الربطة الإنجليزي إلى أنه برضو مع قيادة جديدة وطبعا ملاك جداد لنيو كاسر يونايتد تقدر تقول أنه برضو في صحوة ونهضة في صفوص نيو كاسر يونايتد حدث طبعا ولا حرج عن باقي الأندية اللي ربما مسواها متذبذب طبعا الكلام كله على ليفر فول حالة تذبذب في المستوى اللي هو فيه رغم أنه قام ببعض التدعمات يعني في صفوفه ولكن زي ما أنتوا شايفين هو في المركز السابع بستة وثلاثين نقطة حقيقة تصريحات يورجين كلوب غير مقنعة ربما يعني ده برضو تبقى لتحليل الخبرة أنه ليفر بول يعني بيفتقد هل بيفتقد يعني الأسئلة اللي بتطرح هل بيفتقد الشغف في التدويج مرة أخرى هل فكرة عدم تدعيمه في خط النص الفرقة يمكن تكون يعني مستنفذة متهالكة شوية في خط النص ربما دي بعض الأسئلة اللي بتطرح وإحنا الحقيقة في سيد القاهرة هنحاول يمكن في الحلقات القادمة أن احنا نفتح ملف ليفر بول لأنه يعني مش مجرد كابوة يعني ليفر بول مش اللي هو إخفاق في مباراة واتنين هو فيه تسلسل من الهبوط في المستوى سواء على مستوى البريميل ليج أو حتى على مستوى الشامبينز ليج يعني خسارة المفاجأة العريضة أمام ريال مدريد كانت صعبة جدا جدا وبتعيد فتح الأسئلة مرة أخرى ما الذي ينقص ليفر بول سيبك بقى من أنه هو يعتلي منصات التتويج أنه هو بس يبقى يعني فيه شكل مميز اعتدنا أن احنا نشوفه فهو يعني حتى غير مقنع على مستوى الأداء مش النتيجة فدي واحدة طبعا من الأسئلة اللي احنا هنحاول نجاوب عليها خلال الحلقات القادمة السؤال تاني برضو للحد دلوقتي احنا يعني مش قادرين نحصل فيه على إجابة طبعا لكن هنحاول إن شاء الله برضو فيه الحلقات القادمة وهو تشيلسي تشيلسي يعني ضرب الرقم القياسي فيه الصفقات اللي أبرامها خلال فترة الشتاء الأسماء اللي هو قدر يستقطبها مفروض يعني تخليه ياخد كاس عالم يعني مش كاس عالم لو لعب منتخبات ياخد كاس عالم يعني واخد لو فيليكس واخد من تاني يعني واخد نسبة كمية لعيبة تخد ورغم ذلك يتعصر في الدور الإنجليزي النهاردة مجددا قدام توتنم بهدفين للا شيء برضو دي أسئلة غريبة جدا مستوى تشيلسي في هذه البطولة وهذا الموسم بالتحديد رغم التدعمات اللانهائية لتشيلسي إلا أنها لم تترجم بالمرة على الأرض ولم تترجم حتى كإقناعة زي ما بنتكلم عن نيفر بول مش قادرين نشوف أداء مقنع لتشيلسي رغم التدعمات القوية جدا في صفوفه من أول خط الهجوم حتى الدفاع ولكن يظل البريمير ليج واحدة من البطولات اللي لا غبار عليها من حيث التنافسية والقوة والقيمة وكل شيء وربما تصريح كارلوس كازيميرو النهاردة بعد تتويج منشستر يونايتد بكأس الرابطة يعني الراجل قالك أنا بالنسبة لي اللي أنا لعبته في لليجا وريال مدريد حاجة واللي أنا عايشه النهاردة في الدور الإنجليزي حاجة تانية خلص أعتقد تصريح كازيميرو كافي جدا إن هو يقول لك اللي بيحصل في الدور الإنجليزي لا مثيل له طيب إحنا هنتكلم أكتر على ما يحدث في الدور الإنجليزي طبعا فوز مدشستر يونايتد ربما بيعيد أمجاد مدشستر يونايتد مرة أخرى هنتكلم مع الكابتن ياسر الشنوائي لعب كرة القدم السابق عبر سكايب من لندن كابتن ياسر مساء الفل ومنورنا في استادر قاهرة وأكيد كنت متابع مباراة مباراة مهمة جدا مباراة منشستر يونايتد ونيو كاستر يونايتد في نهاية كأس الرابطة الإنجليزي كيف شاهدت هذه المباراة؟ أهلا نمساء النور على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام طبعا نحن نتكلم دلوقتي عن مباراة قوية جدا كانوا تجمع بين فرقتين أقوية جدا والفرقتين كلهم بينفسوا في البريمير ليج على أنهم يكونوا في المراكز الأولى مانشستر يونايتد ونيو كاسل مباراة قوية جدا كان كل الناس متوقع أن في صحوة كبيرة جدا عملها إيرتين هاج مع مانشستر يونايتد وأن الراجل فعلا يتحسب له أن هو جيف فترة كان مانشستر يونايتد في فترة صعبة جدا لكن أن هو يوصل مانشستر يونايتد أن هو ينافس فاربع عطلات في وقت واحد حصل على واحدا منهم ولسه فردوا لتلاتة ينافس لسه في الريميير ليج وفي الأفا كاب كأس الاتحادي الإنجليزي ولسه ينافس في اليوروبا ليج لكن خلينا نقول إن كان كل الناس متوقع أن فوز منشستر يونايتد لكن جمهير يوكاسل حتى النهاردة لأن المباراة العلوم التحدث في ملعب العريق والمبل années كان فيه جمهير جدا جاية من يوكاسل من مبارح عشان تحضر المباراة بعد النهاردة لكن خلينا نقول إن إيرنتين هاج بلأ بدلوق ediyorum بيحصد فعلا كل المجهود اللي عملوا من ساعة منشستر يوناديد فترة اللي كان منشستر يوناديد فيها فترة وحش جدا فترة اللي كان فيها إصارة كتير جداً وهي فترة كريسيان رونالدو وبعدين يوصلوا في النهاية أنه هو يفسخ عقد كريسيان رونالدو ويمشي لكن تضح أن إيرنت الهاج فعلاً كان عنده حق بكل المواقف اللي أخذها ودي كانت أول بطولة يحصل عليها دلوقتي منشيستر يونايتد من ست سنين فمن ست سنين آخر بطولة كانت أخذها منشيستر يونايتد من ست سنين كانت في أولتفورد مع جزيان مورينيو ودي سادس مرة يحصل فيها منشيستر يونايتد على الكرباء وقاب وكأس الرابطة المحترفين للإنجليزين لكن كانت مباراة قوية جداً مباراة ممتعة جداً طبعاً فرحت منشيستر يونايتد وخلت منشيستر يونايتد وجاميهيرو منتشية جداً دلوقتي لأنها عندها مباراة قوية جداً مع ليفربول في البريمير ليج فهنشوف إيلا يحصل هل هيكمل إيرنت الهاج يباين التفرة اللي حصلها مع ليفربول ويباينها كمان في اليوروبا ليج يباينها في البريمير ليج يباينها في الإيف الكرب ده اللي نحنشوف طيب أرسنل ودايماً كده يعني بيقنع الحقيقة الأداء ثابت بره أرضه أو جوه ملعبه متصدر للدولة الإنجليزي حقفوذ مهم جداً خارج ملعبه أمام لسر سيتي رأيك في مستوى أرسنل وقدرته على المواصلة وحصد لخب البريمير ليج خلينا برضو نقول أن النفس اللي قلناه على إيرنت الهاج نقوله على أرتيتا بأن أرتيتا فعلاً كان جاي عنده كل الخبرة والفترة اللي أضاها معها مع بيب جورديولا استفاد منها كتير كان عايز ينفذها مع أرسنل عايز يعمل فرقة قوية لأرسنل وده اللي حصل فيه الفترة الطويلة قاعدة فترة طويلة لغاية ما يوصل من أرسنل الوقت متربع على الدوري ده فترة بس لما خسر المباراة فرقت معها جداً في مباراتين فرق مع أرسنل جداً مباراة اللي خسر فيها أرسنل من إيرتون وفي نفس الوقت مانشسا سيتي خسر من توتن هاج يعني لك أن أرسنل كسب إيرتون فممكن فرق النقاط يوصل لثمين نقاط المباراة الثانية مباراة أرسنل على ملعبه بجد مانشسا سيتي اللي خسر فيها أرسنل ده لو كان حتى تعادل كان حيقه برضو تيفر لكن أنا شايف دلوقتي أن أرسنل رجع تاني رجع متربع على القمة فرق نقطتين ما بينه وبين مانشسا سيتي لكن فيه صراع ما بينهم دلوقتي كل فرقة مستنية أن فرقة تخسر أو تتعادل مباراة لكن أنا شايف أن أرسنل بيقدي أداء رائع فرقة دلوقتي متكاملة الحب اللي بينهم وبين بعض كبير جداً طبعاً ما نغفلش نقطة مهمة جداً نجمنا وفخرنا محمد النيني أنه هو جدد عقده مع أرسنل دلوقتي أقدم لعيفه أرسنل سبع سنين دلوقتي في أرسنل فدي حدزتها حاجة تفرحنا جداً ونموذج فعلاً يحتزى بيه لكل اللاعبين الناشئين في مصر وفأرسنل دلوقتي ماشي بخطة سابقة وطبعاً منشسا سيتي عايز أرسنل يتعثر في أي مباراة وأرسنل عايز منشسا سيتي عثر في أي مباراة لكن عندهم مباراة قوية طبعاً أرسنل كسب مبارح مباراة قوية ضد ليستر سيتي نفس الوقت منشسا سيتي كسب مباراة دل فورموس طبعاً فورموس فرقة ضعيفة لإنها دلوقتي احتمال كبير من الرليجيت اللي ممكن فورموس تنزل للدرجة الثانية وبرضو إحنا شايفين أن أرسنل عندي مباراة قوية جداً يوم الأربع تد إبرتون الإبرتون اللي بيعاني دلوقتي إن برضو احتمال كبير يكون من الفرق اللي ممكن تهبط للشامل الحقيقة طبعاً بما إنك ذكرت كابتن محمد النيني فإحنا أكيد كلنا بنتمنى أنه زي ما شفنا النجم المصري محمد صلاح على منصات التدويج الإنجليزية وأنه هو حصد البريمير ليج أنه احنا نشوف نموذج مصري محترف مشرف جداً لنا محمد النيني إن شاء الله يعني يتوق بلقب البريمير ليج خلينا نروح لمنشستر سيتي لأنه أكيد منشستر سيتي مش هيسيب أرسنل في حاله مازال بيطارد ومازال بيؤكد أنه هو مش هيفرط في هذا اللقب بسهولة وربما النص التاني من الموسم هيبقى حاسم أعتقد في مين اللي ربما الدفة هتروح له أكتر ولكن أنت شايف أنه التنافس هيبقى منشستر سيتي وأرسنل ولا ربما منشستر يونايتد خش في الحزبة لا طبعا منشستر سيتي هيدخل في الحزبة لأن أرسنل متربع على الدوري لكن فارق بينه منشستر سيتي نقطتين بس في حين منشستر يونايتد دلوقتي عنده 49 نقطة ولسه أرسنل عنده مباراة مؤجلة إلى وقت منشستر سيتي لعب 25 مباراة أرسنل لعب 24 مباراة وفي نفس الوقت منشستر يونايتد لعب 24 مباراة دلوقتي فوز أي عايفين طبعا النزام يقولوا بلغة الكرة إن الفوز بيجيب فوز. النتائج والفرحة والمجهود الكبير اللي عام له منشلسل يونيتد ده أكيد هيفرق معه هيخليه برضو ينافس إنه هو مع منشلسل سيتي ومع أرسنل لكن أنا شايف إن المنافسة هتبقى قوية جدا ما بين أرسنل ومنشلسل سيتي لإنه هي من بداية الدورة لغاية لكن أنا شايف إنه دخول بقوة منشلسل يونيتد وما ننساش توتنهام اللي عمل مباراة قوية جدا النهاردة وكسب تشيلسي 2-0 فدي برضو ممكن توتنهام برضو يدخل في نفس السرعة طيب هاي إحنا طبعا فيه ملف عايزين نفتحه وهنحاول إنه نشركك برضو معنا فيه ولكن أعتقد هيبقى في الحلقات القادمة سر هبوط ليفر بول في الدولة الإنجليزية أو بشكل عام دي واحدة من الأسئلة اللي إحنا هنحاول إنه نبحث فيها عن إجابات وأكيد هنبقى حابين إنه أنت بحكم وجودك في الوسط الرياضي في إنجلترا إنك تبقى معنا في فتح هذا الملف ودائما سعداء بوجودك معنا كابتن ياسر الشرواني لعب كرة القدم المصرية سابقا شكرا شكرا جزيلا على هذه المداخلات نعود مرة أخرى إلى السحرة المستديرة ولكن الأفريقية دوري أبطال أفريقيا واللي بيشهد المجميع الأربعة منافسة كبيرة جدا لو هنتكلم عن المجموعة الأولى بترو أتليتكو الأنجولي وشبيبة القبائل الجزائري تاني المجموعة في التاكلوب الكونغولي والوداد الرياضي المغربي دي المجموعة الأولى المجموعة التانية بتضم سانداونز المتصدر من جنوب أفريقيا ثم الهلال السوداني تاني المجموعة والأهلي المصري ثالثا والقطن الكاميروني في نهاية الترتيب المجموعة التالتة رجاء الرياضي المغربي وهوريا الغيني وسيمبا تنزاني وفابروس الأوغندي ده شكل المجموعة الأولى كنا بنتكلم عن شكل المجمية بيترو أتليتكو لعب ثلاثة فاز في مباراة عادل وخسر في مباراة بيحتل طبعا المركز الرائل الأول بأربع نقاط نروح للمجموعة التانية سانداونز متصدر ثلاث ماتشوات لعبهم فاز في اتنين وتعادل أمام الأهلي أمس بيحتل الصدارة الهلال لعب ثلاثة فاز في اتنين وخسر مباراة مع ست نقاط والأهلي لعب ماتشين والهم مباراة ما زالت مؤجلة تعادل وخسر في مباراة مع النقطة واحدة والقطن متزيل هذه المجموعة كما حضرتكم شايفين نروح للمجموعة اللي بعدها الرجاء الرياضي لعب ثلاث مباراة فاز في ثلاثة وصراعا معلمة الكاملة يعني دي يمكن حاجة من الأمور اللي احنا لحظناها أنه فيه مستوى ثابت للأندية المغربية والتونسية في هذه البطولة مع صعود كمان بعض الأندية مش هنقول الأفريقية ولكن أندية جنوب أفريقيا سانداونز هوريا لعب ثلاثة فاز وتعادل وخسر في مباراة لكل واحدة سيمبا ثلاثة لعب فاز في واحدة وخسر مبارتين وفابروس لعب ثلاثة اتعادل في مباراة وخسر في مبارتين ده شكل هذه المجموعة آخر مجموعة المجموعة الرابعة مع حصاد هذا الأسبوع تراجي الرياضي لعب ثلاثة فاز فيهم علامة كاملة برضو والمريخ ثلاثة مبارات قدر أنه يفوس في مباراة تعادل وخسارة مباراة ثم ثالثا شباب بلوزداد زي ما حالتكم شايفين يعني ثالث المجموعة بثلاثة نقاط والزمالك أيضا يعني مش أفضل حالاته الزمالك يلعب ولكن ما زال طبعا يملك الفرصة يعني يلعب ثلاث ماتشاط لم يتمكن من الفوز حتى الآن وربما ده هيبقى سؤالي مع زميلي من القاهرة زميلي المحلل الرياضي للقاهرة الإخبارية شادي عيسى منورنا كالعادة شادي طبعا أكيد متابعة مباراة الأهل والزمالك أفريقيا كيف قرأت مستوى الناديين المصريين الحقيقة إن أنا قرأت مستوى النتائج مش مستوى الفرقتين النتائج بتقول إن إحنا في خطر الكرة المصرية في خطر إن كان لسه الخطر يعني ما كانش كامل بالنسبة للنادي الأهلي عنده فرصة إن يفوز المتشاط اللي جاية والزمالك برضو عنده فرصة إن يفوز المتشاط اللي جاية لكن الحقيقة إنه في حاجة اسمها المستوى مستوى الزمالك في المتشاط اللي فاتت التلاتة الإفريقية اللي هو خسر اتنين واحدة على أرضه واحدة خارج أرضه بتاع الترجي وتعادل مع المريخ خارج الأرض بتشير إلى أن مستوى لا يبشر إنه ممكن يكون له دور في إفريقيا هذا الموسم كان الموسم المصابق والموسم الأسبق النادي الأهلي في آخر تلات مواسم كان يصعد ثانيا ما كانش يصعد أول مجموعة ومع ذلك كان يصل إلى النهاج فلسه المباراة اللي جاية بتاعة النادي الأهلي والصد صندوينز هتكون القتل وبعدين صندوينز هيبى لهم أثر في شكل المنافسة ساعتها هنعرف الأمور راح فين وجاي منين أما الزمالك فللأسف ألم من الناس اللي شايفين إنه هيكون صعب جدا إن الزمالك يصل يعني لدور التمانية في دور المجموعة طيب إنت يعني هل عندك أي ملاحظة أو تعليق على سبب تراجع مستوى النادي الأهلي والزمالك؟ شوف النادي الأهلي كتر المباراة هيأثر عليه وضغط المباراة للنادي الأهلي هيلعب أو لعب يعني مع صندوينز وبعدين هيلعب مع الداخلية وبعدين يوم السبت هيلعب مع القطن وبعدين يوم الثلاث هيلعب مع صندوينز بتكلم في عشر تيام أربع مباراة فبتكلم كل تلت تيام مباراة وكمان فيهم صفر فده بيفتح مساحة لمشكلة أكبر وضغط المباراة عند النادي الأهلي اللي ممكن تؤثر في مسيرته في إفريقيا إذا لم يتعامل كولر بشكل منضبط في التعديلات والتغييرات ولعيبة النادي الأهلي يعرفوا إنه موقفهم صعب فإزاي التعاون مع المباراة دي خصوصا إنه ماتش الداخلية في الدوري لازم يتلعب لإنه الدوري ما ينفعش يتأجل أكتر من كده وعشان كده الأمور ممكن تبقى صعبة لنادي الأهلي وأحد أسباب مشاكل الأهلي كترة المباراة وتنوعها والصفر الكتير يعني مكان حتى في المغرب في كاسة العالم الأندية كان يتنقل بين المدن ثم رجع على القاهرة ومن القاهرة على الخرطوم ومن الخرطوم إلى أسوان ومن أسوان إلى القاهرة وهكذا يعني أما الزمالك في حاله من بداية السنة عشرين تلاتة وعشرين حال سيء ومن سيء إلى أسوأ إلى أنه في هذه الحال من الضعف وتجرؤ الأندية على نادي الزمالك وتجرؤ الكل عليه فبيؤدي أنه بيخسر في الدوري وبيخسر في إفريقيا لما تيجي تعرف أنه الزمالك في آخر ست مباريات بلا هدف لم يحرز هدف في دور الأبطال بقاله ست مباريات بلا هدف دي مفروض تهز كياري النادي أساسا ولازم يبقى فيه شغل أقوى من كده فنيا عشان يعرفوا إيه الأسباب لكن الحالة بتاعة الزمالك اللي مش عارف يجيب أهداف ولا عارف يفوز هيبقى صعب جدا أنه يكمل المشوار طيب من كلامك الأهلي ربما حصوصه أكتر في أنه يعني يعبر دور المجموعات ولا أنت شايف مازال الزمالك يعني قادر أنه يعني يغير مصاره في هذه البطولة شوف النادي الأهلي فازال يملك قطة يوبه يعني يقدر يعمل أنه هو في إيده هو كل شيء النادي الزمالك رعف أنه لو فاز المشاة اللي جاية التلاتة ممكن يصعد أو هيصعد لكن الحقيقة أنه سيناريو ضعيف جدا لا أعتقد أنه قد يحدث أما سيناريو النادي الأهلي في أنه يقدر يفوز المشاة اللي جاية أو يفوز مباراتين ويتعادل مباراة وهكذا آه هذا في المتناول ويستطيع النادي الأهلي النادي الأهلي المبارات اللي جاية هتقول لنا كولر هيشتغل بنفس الاستراتيج الضغط الأمامي والحاجات دي كلها ولا لأ ولا هيعيد الصياغات لأنه مبارح في مباراة الأداء الضغط الأمامي والمبكر والقوي على سالدونز هم يعرفوا يخرجوا بكرة كويس فخرجوا مرة واثنين وتم إحراز هدافه كان ممكن يبقوا أكتر من كده فبالتالي إزاي التعامل الفاني معها لكن فيريلا كان مدير فاني مع نادي الزمالك الحقيقة أنه فيريلا الذي ذهب بعد إقالته في نادي الزمالك من شهر ليس هو فيريلا الذي جاء أداء يعني فني مخيب جدا لكل جمهور نادي الزمالك وأنا عن نفسي لا أعتقد أبدا أن نادي الزمالك قد يستطيع أن يستمر ويكمل المسيرة في إفريقيا نشكرك شكرا جزيلا يعني زميلي العزيز على هذه الملحوظات وربما الأهلي يستطيع أن يعبر ونتمنى بالتأكيد كمان أنه الزمالك المصري يعبر لأنه في الآخر يعني كلاهما يمثلاء الكرة المصري أفريقيا فبالتأكيد وجود الاتنين في هذه البطولة له يعني تدعيات إيجابية على الكرة المصري بشكرا شكرا جزيلا زميلي شادي عيسى محلل الرياضي للقاهرة الإغبارية ننتقل من إفريقيا إلى أسبانيا ومتصدر دوري الأسباني برشلونا الموسم الحالي بيقدم واحدة من أفضل مواسمه منذ سنوات بيتصدر دوري الأسباني على الرغم من خسارته أمام أميرا النهاردة بيسير بخطوات ثابتة في كأس ملك أسبانيا وهيواجه ريال مدريد يوم الخميس اللي جاي في ذهاب دور قبل النهاية في سانتياجو برنابيو رغم الإغفاق الأوروبي الموسم ده بالخروج من دوري أبطال أوروبا وكمان خروجه من الدوري الأوروبي لكن خرج التقارير الصحفية صادمة جدا بأنه برشلونا اتورط فيه مخالفات مالية ممكن يخصم منه نقاط أو يتم هبوط هذا النادي العريق من اللليجة إيه القصة إيه اللي بيحصل؟ هنروح الأول نشوف التقارير ده ونرجع عشان نفهم أكتر استيقظ جمهور برشلونا على خبر غير عادي باتهام متصدر الدور الإسباني في الوقت الراهن بدفع مبلغ ضخمة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق تقارير صحفي إسباني أشر لوجود مخالفات مالية داخل قلعة كامبنو ربما تسفر عن خصم نقاط وفقدان صدارة الليجة الفريق الكتالوني نفرتكاب أيام خالفات بعد أن تم الكشف عن أن النادي دفع إجمالا مبلغ مليون وأربعمائة ألف يورو لشركة تابعة لعضو في لجنة حكام الاتحاد الإسباني لكرة القدام ويحقق المدعي العام الإسباني حاليا في مبالغ دفعها برشلونا بين عامي 2016 و2018 لشركة مملوكة للحكم السابق خوسي ماريا إنريكيز الذي كان عضوا في لجنة التحكيم بين عامي 1994 و2018 ومع ذلك تشير تقارير جديدة في وسائل الإعلام الإسبانية إلى دفع نحو سبعة ملايين يورو من قبل برشلونا للشركة منذ عام 2001 نادي برشلونا ذكر أن الأموال كانت مخصصة لتقارير فنية عن الحكام واللاعبين الشباب ومن غير المؤكد ما إذا كانت الأندية الأخرى في إسبانيا قد دفعت شركة إنريكيز نيجريرا للحصول على معلومات مماثلة وتم الكشف عن المدفوعات التي لم يتم ربطها بعض بأي نشاط غير قانوني أو غير لائق من قبل برشلونا كجزء من تحقيق ضريبي في النادي الكتالونية وبحسب التقارير الصحفية فمن المتوقع أن يخسر برشلونا بعض النقاط أو قد يتعرض للهبوط من الدور الإسبانية في حال تأكيد اختراقه للقوانين طيب للحديث عن أزمة نادي برشلونا بينضم إلينا عبر زوم من برشلونا الناقض الرياضي أستاذ أيوب الجبلي أستاذ أيوب بعد التحية ممكن نعرف منك آخر تطورات قضية نيجريرا مساء الخير موي بوناز نوتس تحية لك ولكل مشاهدين قناة القاهرة الأخبارية آخر مع المعلومات التي لدينا في هذا الموضوع وهو موضوع سيء ومحرج بنسبة للنادي هو بأن يوم 7 مارس جوان لابورتا أو النادي سوف يخرجون بخطاب رسمي ليعطوا قصتهم الحقيقية المعلومات تقول بأن هذا الحكم السابق والذي كان حتى سنة 2018 نائب رئيس اللجنة الفنية للحكان قد تقاضى منذ 1994 إلى حد 2018 فهو يعني وقت طويل ويعني المبلغ تقريبا تفاوت 7 مليون دولارات يعني هي قضية محرجة يعني فقط يعني ليست فقط لجوان يعني جوزيب بارتوميو بل كان سابقا قبله ساندرو روسي وجوان لابورتا وجوان غاسبار الذي لا يريد التحدث في هذا الموضوع ولكن كل الأندية الإسبانية عذا ريال مادريد يضغطون في هذا الموضوع الذي في النهاية أظن بأنه لن يكون شيء لأنه خرج بتصريح رئيس الدورية الإسبانية خبير تباس قائلا بأنه مضى على هذه الأمور أكثر من خمسة سنوات فلا يمكن أن يعملوا أي شيء طيب أستاذ أيوب هل من الممكن أن هذه الأزمة لأنه مرة الوقت مرت أكثر من خمسة سنوات هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على نتائج بارشرونة في الليجة أو كأس الملك ما سمعتك عفوا هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة سمعني أستاذ أيوب ألو ما أسمع ألو طيب طيب هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على نتائج بارشرونة في الليجة أو كأس الملك طيب يبدو أن لا تؤثر هذه الأمور في النادي ولكن كما نرى فالنادي بارشرونة صراحة خرج هذا الأسبوع من دور أوروبا واليوم خثر أخرى النادي لا يمر في أفضل أيامه صراحة وأيضا نشاهد تسلق ريال مادريد في النتائج لن تؤثر هذه الأزمة على نتائج بارشرونة قانونيا يعني من حيث القانون أو أن تخصم منه النقاط إلى أخيره لا لا يمكن أن يحصل شيء لأن الرئيس الإسباني للدور الأسباني صرح بأن الأمر مر عليه أكثر من ثلاث سنوات فقط يمكن أن يقاضى إذا كنا في الثلاث السنوات التالية فقد مر أكثر من خمس سنوات لن يحصل شيء حتى في حال صبت وليس هناك متابعة ستكون متابعة بطريق أخرى لن تشكل مشاكل في نقاط النادي يعني كرويا لن يحصل لها أي شيء سيمكن أن يتابع الأشخاص مباشرة قضائيا ما بينهم ولكن للنادي لا يمكن أن يحصل لها شيء أنا شكرا شكرا جزيلا زميلي الأستاذ أيوب الجبلي الناقد الرياضي كنت معنا عبر سكايب من برشولا شكرا جزيلا لك طيب هنتبع مع حضراتكم بعض التفاصيل وبعض الأرقام أرقام خاصة جدا بالفرق المشاركة طبعا في دوري أبطال أوروبا في أرقام إيجابية وفي أرقام سلبية تعالوا انتبعها بعد قليل طب سريعا كده على مدار الأسبوع في أرقام كتيرة اتحققت الفرق اللي طبعا كان لها مشاركة أوروبية قدرنا نحن طبعا نطلع بعض الأرقام الإيجابية أو السلبية بداتا من ريال مدريد كريم بن زيمة نجم ريال مدريد الأسباني تقلق طبعا فيه ماتش ليفر بول الأسبوع اللي فات أصبح أكتر لاعب تسجيلا للأهداف أمام ليفر بول قدر إنه هو يهز شباك ليفر بول وبالتالي يرفع رصيده لستة أهداف في المنافسة طبعا جهوهارة ريال مدريد فينيسيوس جونيور أصبح تاني أصغر لاعب يسجل فيه ثلاث مباراة متتالية لريال مدريد فيه دوري الأبطال بعد طبعا أسطورة الفريق رايول جونزاليس نروح لبرضو مباراة ريال مدريد وليفر بول ولكن هنا نتكلم عن النجم المصري محمد صلاح اللي أصبح الأكثر صناعة للأهداف فيه تاريخ ليفر بول بدوري الأبطال بتلات تمريرات عفوا بتلاتاشر تمريرة حاسمة ده طبعا يعني إحصائية خاصة بمحمد صلاح وبشكل إجمالي ريال مدريد أصبح أول فريق يسجل أربع أهداف أو أكثر فيه مباراة خارج أرضه ضد ليفر بول في تاريخ البطولات الأوروبية نروح ليه الشاب الجورجي كفيتشا أنا بلاقي صعوبة في نقطة اسمه التاني ولكن هو كافرت خلية نجم نابولي والبالغ عمره 22 عام أصبح أصغر لاعب يساهم فيه تسجيل أكثر من خمسة أهداف بدوري أبطال أوروبا الموسم ده الحقيقة عامل موسم استثنائي ويعني جمهوره مش هيفرض فيه أعتقد يعني بلا جدال وبهدفه في مارمال لايبزيك الألماني بدوري الأبطال أصبح الجزائري رياض محرز خامس لاعب أفريخي يسجل عشرين هدف في دوري الأبطال خلفا لمحمد صلاح وديديا دروكبا أما يوفينتوس فإنفرد برقم إيطالي سسنائي بعد تأهله لدور الستاشر لدوري الأوروبي وأصبح أول فريق إيطالي يتمكن من التأهل على الأقل لدور الستاشر في آخر حداشر موسم لي في المسابقات الأوروبية إنجاز يحسب للنادي لتواخيرا ولأول مرة في تاريخه الأوروبي يتأهل ليفر كوزين الألماني لدوري لدوري إقصائي بإحدى البطولات الأوروبية بعد حسارته في ملعبه ذهابا ورغم حسارة بارشلونا أمام مانشستر رونيتد هنلاقي المهاجم البولندي روبرت ليفندوسكي وصل للهدف رقم خمسة وعشرين بقميص البلوجرانا الكاتروني في كافة البطولات وبالرقم ده سجل ليفة خمسة وعشرين هدف أو أكتر في اتناشر موسم على توالي على مستوى الأندية دي كده أرقامنا وهنتبع مع حضراتكم بعد الفاصل لقاء مع نجم النجوم نجم الكرة المصرية الصابق كابتن تامير بجد أهلاً بحضراتكم من جديد واسمحوا لي أن أنا راحب زميلي ونجم النجوم الكرة المصرية صابق كابتن تامير بجايته ومحلل القاهرة الهبام منورنا دائماً في الساد القاهرة أهلاً بيك يا محمد وحمد الله على السلامة الله سلمك كانت رحلة شقة شوية ولكن عودة مرة أخرى لأرض الوطن وتخش في الموضوع طبعاً على طول كالعادة أفريقياً نبدأ الأول بالأهلي الأهلي تعثر أمام سانداون زي مبارح قدر أنه يتعادل اتنين اتنين كان فيه خسارة أمام الهلال السوداني له مباراة مؤجلة كولر قال أنه أمامنا أربع مباريات علينا الفوز بها تشايف الأهلي وحش ولا تزحم المباريات ولا إيه بالزبط خلينا نقول أنه يعني بصرف نزعر عن نتيجة النتيجة طبعاً مش مرضية بأهم الأحوال المباراة عندنا هنا مفروض فوسط الجماهير فالنادي الأهلي بيبقى مطالب ده من هو يكسب برا فجوه طبعاً فده اللي مخلي الناس النتيجة مش حاجبها لكن الأهم من كده محمد أن الأداء نفسه مش موصول يعني كانوا بيلعبوا كورة على النادي الأهلي وده يمكن وناس كتيرا كانوا بتتبسط وهم بيلعبوا بتتبسط من اللعب يعني بيلعبوا فعلاً مش جايين أنه هم بيتطفشوا أو بيقفلوا زي كله لا بالعكس كان بيهاجم ورجعوا في المباراة تاني كمان يعني كانوا في الأهم متقدمين غير دخل فيهم جنين أي فرقة تانية لو فرقة خفيفة حنقول يعني هتبقى صعبة أو أنها هترجع عصات فرقة زي النادي الأهلي فرقة كبيرة فسط جماهيره لكن لا بيلعبوا كورة كويسة جداً هو ده اللي يخلي الناس متضايقة شوية من أداء النادي الأهلي مش متعودين على الأداء ده من النادي الأهلي طب أنت وانت بتقول الأداء هنا أنت قوضك بشكل عام الكورة الأهلي مش مقنعة على المصوى الأفريقي ولا غياب أو يعني بعض الغيابات محمد عبدالله مثلاً مش موجود فده بيأثر على على الدفاع هل الأهلي محتاجت على دعمات في هذه المنطقة ولا هي الدنيا إيه بالأجسة محمد عمانهم هو اللي جاب الجون يعني يعني جون التعادل اللي جابه محمد عمانهم المشكلة لا يعني في صفقات كتير كندوسي وكريستو يعني انت عمل صفقات كتيرة جداً ولا إيه بالظبط كندوسي صعب جداً ملحقش لسه ملحقش يخش في الفرقة مطشات تقيلة جداً لسه مخدش على الفريق لسه مطشات قوية جداً افريقيا مطالب ان انت تكسب فيها لازم ياخد فترة لات ما يخش لكن انت عندك في صفقات طبعاً في الاهلي عليه علامات استفحام زي سافيو مسلاً المنادي الاهلي ما عملش بيها حاجة خالص وجيه برقم كبير جداً وما عملش حاجة لحد دلوقتي غير مقنع بالمرة حتى المدارب خرجوا برح حسابته تماماً اه مستوى بتزابزه بأداء اللعيبة هي دي المشكلة كبيرة جداً في الاهلي اه كولر انا شايف يعني الاول لازم تديله فرصة او تبدأ تقايم نتكلم على كولر اه يعني عندنا نقول هو كويس اللي وحش ما ينفعش نقول بعد مطش ولا تنين ولا تلاتة ولا اربعة لازم ياخد فترة لازم ياخد لكن عنده مشكلة في عدم تثبيت الفريق عدم تثبيت اماكن اللي أبقى جواب ملعب من مطش للتاني بيغير كتير جداً فلا يمكن اداة الاهلي يبقى سابت لا يمكن بقى حمل احوال يعني يعني يمكن على المستوى الدوري اه الاداء لحد ما مقنع اه ولكن افريقياً مازال كولر محتاج ان هو اه يبقى قادر ان هو يعني يبقى له بصمة او يبتدي يخش فيه اجواء القرى القرى الافريقية لان انت بتلعب خصوم من نوعية تانية ومدارس تانية طبعاً وفي نفس الوقت يعني خلينا نتكلم بصراحة الدوري المصري عندنا ضعيف جداً مم وضاعف في السنين اللي فاتت الدوري ضعيف جداً اه الاندية واللعيبة كوليت بتاعتها بقى قليل جداً فدي مشكلة كبيرة جداً وده ظهر حتى في الناشئين منتخب الناشئين منتخب الشباب خارج من البطولة افريقيا برضو اه اللعيبة ولاية لأساسيات الكورة ولاية لجداً خلينا نتكلم ان الدوري المصري بقى له فترة للأسف فيه مشاكل كتير جداً فالدوري مش قوي بالقدر الكافي انه بينعكس الى حد ما على اداة الاهلي افريقين طب لو روحنا للزمالك يعني الزمالك برضو متعثر افريقياً شأنه شأن الاهلي شايف يعني فرص فرصه انه هو يكمل في البطولة برضو ازاي فرصته ضعيفة جداً يعني شايف ان زمالك طبعاً فرصته ضعيفة جداً يعني خاصة برضو هارجع اقول لك تاني مش بسوء النتائج قدمه بسوء الأداء اللي مش هتجيب نتائج لكن ممكن بتتعصر في مطش او اتنين لكن سوء الأداء وعدم التركيز وعدم موجود شكل او هوية نادي الزمالك في الملعب زي عدم موجود هوية النادي الأهلي في الملعب وسيطرته على اللعب افريقياً يعني هي دي اللي عامل المشكلة فانا شاف ان الزمالك طبعاً مشكلته يعني اكتر كمان من نادي الأهلي ولكن زي ما يقول كده هي حالة عامة نتيجة انخفاض مستوى الدوري جداً اه فده مخلي بيأثر بيأثر على المنتخب وبيأثر على الأنداء في أفريقيا طبعاً الداية أفريقيا كلها بتتطور يعني ازا ما مكناش منشوف الأفريقيا بالمنظر ده لا الأنداء الأفريقيا دلوقتي بقتتتطور خاصة شمال أفريقيا والفرق زي فرق بقت موجودة كل سنة بنفس الأداء وبتطور قوي جداً والحقيقة الرجاء المغربي والتراجي مستواهم سابت السنة دي لجانب زي ما قلت بعض الأندية يعني برضو طبعاً من القرس فامراء سواء سانداونز أو غيرهم وكمان أعتقد فيه أداء سابت لهذه الأندية تعالنا نروح لدوري أبطال أسيا وانت أصبحت مشجع للكرة السعودية بعد يعني انتقال كريستيان ورونالدو أكبر حقيقة ناس كتير أن هي التابعة ولو هنتكلم عن دوري أبطال أسيا النهاردة يعني مباراة قوية جداً لعيبها الهلال السعودي إذن هو يحرج الدحيل القطري بيعني سلة أهداف كبيرة جداً تابعت المباراة زي يعني أنا طبعاً النهاردة كان فيه موضوع كتير جداً يعني الدوري انجليزي وكاس كاس انجلترة فكنت بنقل كده سريعاً ولكن الشيط لا أولاً استغرب جداً يعني نتيجة قوية جداً بس خليه نقول لأن نادي الهلال طبعاً نادي قوى جداً دوري السعودي دوري قوى جداً عنده لعيبة قوية قدوا أداء مشرف جداً في كاس عامل أندية ففرق الخبرة طبعاً متمرس على البطولة دي وبيوصل كتير جداً للنهائي يعني فطبعاً عمل مرة الخمسة اللي هو يروح للنهائي فهو يعني برضو مستوى ثابت جداً فمستوى ثابت عمل خبرة قوي جداً الفورمة بتاعتهم كمان عالية جداً الفترة دي خاصة ده مشتازة ما شوفناهم في كاس عامل أندية فطبعاً قدر يخلصوا الموتش بكل سهولة يعني ولكن تحسب يعني لدخال أن هم أول مرة برضو يوصلوا فدي حاجة برضو تحسب لهم يعني برضو لكن فرق الخبرة وفرق الامكانيات والقوة يعني طبعاً ولو أن الإمكانيات يمكن ولا أنت إمكانيات فنية مش صحة كده يعني إمكانيات فنية طبعاً وقوة دوري الدوري السعودي قوي جداً صراحة ورامون دياس مدرب يعني داهية برضو طبعاً أكيد يعني ففرق الخبرة أنا شايف من فرق الخبرة فرق الفنيات فرق كبير جداً طبعاً كان المدرب كان مدرب كريسبو مع ريفر بليت الرجل برضو طبعاً واحدة برضو من الحاجات اللي حابين نتكلم عنها آآ ريال مدريد آآ مستوى مقنع على المستوى الأوروبي على المستوى المحلي آآ كارلوس أنشلوتي كتيبة نجوم آآ فوز عريض أمام ليفر بول يعني ريال مدريد آآ بيغرد في حلتة تانية يعني بص قاليني نتكلم بقى كرة يعني بصراحة ببسط أنت بتبتسم عينك آآ طبعاً يعني يارف ابتسمت على طول آآ خالي بالك آآ منذكرة في الأول وفي الأخر اللي استنتعى بلولي برشورونا فوق الجميع آآ جبتنا سيرة ريال مدريد لازم تلاقي برشورونا آآ طبيعاً يعني لازم أكيد يعني سنة ريالاو بقى من أول صحيح جدا من زمان عشان نهابي صابت بقى النهاردة انت جاي مبسوط بقى لكن خلينا نقول ان طبعاً الماتش ليفربول آآ ريال مدريد ده كان آآ ماتش حلو جداً ده مجلو يعني بتفارجوا عن الماتش وانت مبسوط قوي آآ طبعاً ناس بتشجع اللي فربول اللي اتدايق ولكن خلينا نتكلم فنان في الماتش ان ليفربول في آآ في أرضه في وسط جمهور وآآ يبقى كسبان اتنين صفر وآآ 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 كانت الفرق أمين ترجع خمسة اتنين مفيش حد يقدر يعمل التركيبة دي اللي ريال مدريد مش هميمهم حاجة خلص بيلعبوا الكرة بتاعتهم تماماً هدوء غير طبيعي ثقة رهيبة آآ خمسة دي ما حصلتش قبل كده في ليفربول يعني دي طب يعني يعني ايه ليفربول يبقى كسبان اتنين وبعد كده يشيل خمسة وعلى أرضه وهو يعني كان مقدم مباراتين قبلهم على في الدورة الانجليزي كسبان ففي حالة من التناغم والإعادة الثقة والكلام ده كله آآ يعني بالبلد كده يعني خدوا على عنهم في ماتش ريال مدريد آآ ليفربول آآ جابوا جنين أنا معيك ولكن خلينا نقول ان آآ الأداء لا هرجع أقولك تاني زي زي خصة كده مش مع الفرق طبعاً يعني سوى أهل أو زمالك الأداء غير مقنع بقى له ماتشات كتيرة جداً كنك ممكن تكون آآ كسبت قبلها بماتشين آآ فرص جت أو يعني آآ وتأفر حصل إيه ولكن آآ آآ ريال مدريد فارد سيطرته على الملعب آآ خطوطه متقاربة جداً آآ عمل الخبرة مفيش استعجال فقدروا يجيبوا جون تاني ويمكن أنا حنقول ان الجون مثلاً بتاع صلاح الجون التاني هو غلطة حارس مرمى برضو زي ما رداها النحى التانية يعني فلكن هنا حتت بقى ازاي انت برى ملعبك وفرقة كبيرة جداً وفيها نجوم كبيرة جداً واتنين صفر في أرضك موضوع انتهى لا يمكن فرقة في العالم ترجع غير المدريد عندهم آآ مدرسة بتاعتهم انشلوتي واصق جداً من لعبته عارف هو بيعمل ايه فالموضوع كان الليفر بول محتاج معجزة علشان يعدل او يقلب الترابيزة هناك في السانتياجو برنابو صعب المواض صعب وبعد كده خلينا نقول ان الليفر بول برضو اللي هما كانوا فيه السنتين او التلاتة اللي فعله هي حالة لكن مش هتكمل على طول يعني وكان طبيعي جداً احنا قبل الختام اكيد شفت الممارات مانشيسر يونايتد ونيو كاسل آآ مانشيسي نوعتي طبعاً البطولة دي مهمة جداً بالنسبة لهم نفسياً جمهور كان مستني اللعبة كانت مستنية وان كان طبعاً هارد لك لنيو كاسل بصراحة نيو كاسل ماتش بتاحهم توتلي يعني غلطات بسيطة جداً جوا منها الجنين والكرة اللي ممكن تروح لكن طبعاً نيو كاسل قدوا مباراة خطيرة جداً حلوة جداً تاكتيكياً وفنياً بصراحة يعني الشرط التاني بالذات انت تستغرب جداً الكفة كانت كفة نيو كاسل فهارد لك اليوم ولكن هي زي منقول كده حلوة الكرة الإنجليزين انت ما تدرشش تتوقع الدنيا فيها ولكن في الأخير لا بتفرج المطش بمسوط أه محمد يعني نفسنا ان احنا نلاقي الكرة دي ولو جزء بس منها كده ان شاء الله قلعت أولترافرد تعود من جديد والابتسامة تعود لجمهور مانشستر يونيتد والابتسامة تعود لكابتن تامير بجاوة مع ريال مادريد أنا ريال مادريد ومانشستر يونيتد برد اه انت معصول جداً انا مشكورك شوكاً جزيلاً دايماً الوقت الحلو معاك بيجري بسرعة نلحقش بس هنحاول ان احنا ان شاء الله نزبطها المرة الجاية دايماً يعني نص ساعة أو ساعة معاك بيجروا ثواني دايماً منورني فساد القاهرة شكراً 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 الرياضة لا تنتهي فساد القاهرة وهنتابع معاك أكيد يعني أجواء الكرة على مدار الأسبوع نرقبكم إن شاء الله أحد القادم في نفس التوقيت من هنا القاهرة عصمة الخبر